بدأ العالم يستعيد مظاهر الحياة الطبيعية مع التقدم الواضح في معدل تقديم لقاحات كورونا الهند من جانبها احتفلت بإعطاء الجرعة رقم مليار وأعلنت الحكومة أن حوالي ثلاثة أرباع البالغين في البلاد تلقوا جرعة لقاح وحوالي ثلاثين في المئة تم تحصينهم بالكامل نيوزيلندا من جهتها نائب رئيسة الوزراء جرانت روبرتسن قال إن معدلات التطعيم في نيوزيلندا أعلى من غيرها في بلدان أخرى حيث حصل نحو 82% من السكان في نيوزيلندا فوق سنة 12 عاما على جرعة واحدة على الأقل وحوالي 66% تم تلقيحهم أيضا بالكامل أما في بريطانيا فحذر وزير الصحة ساجد جاويد من أن هذا الوباء لم ينتهي بعد وحث ملايين الأشخاص المؤهلين على أخذ جرعات معززة من اللقاح روسيا ومع تسجيلها أرقاما قياسية طرحت مقاوف من سلالة متحورة أكثر عدوى من دلتا ما دفع المسؤولين لمناشدة المواطنين غير المتعاونين بضرورة أخذ اللقاح